الماس الأزرق النادر ربما يحمل أعمق أسرار الأرض في صفحة تاريخه الجيولوجي الماس ما هو إلا شكل من الأشكال البلورية للكربون يتكون تحت حرارة وضغط هائلين في أعماق الأرض يتشكل حوالي 99% من الماس على عمق ما بين 150 و 200 كم عن سطح الأرض لكن الماس الأزرق يمكن أن يتكون على عمق 660 كم بحسب علماء الدراسة بعد تحليلهم عشرات الألماسات الزرقاء ويصل الماس الأزرق إلى جزء من القشرة الأرضية الداخلية تسمى الوشاح الأدنى ونعرف ذلك من الشذارات الدقيقة داخل هذه الماسات التي تبوح بأسرار عن مكان مولدها علماء كانوا على علم بأن الماس الأزرق يأتي بلونه من عنصر البورون لكن الدراسة الجديدة كشفت بأن البورون كان يوجد في مياه المحيطات ثم اندمج مع صخور القعانة التي تعمقت داخل القشرة الأرضية على مر ملايين السنين بسبب تحرك الطبقات التكتونية العملاقة الألماس الأزرق لا يشكل إلا حوالي 0.02% من الألماس المستخرج من باطن الأرض الندرة تظهر طبعا في السعر فمست أوبنهايمر بلو الزرقاء بيعت عام 2016 بمبلغ 57 مليون دولار ونصف وكان ذلك الثمن في ذلك الوقت هو أعلى سعر تباع به أي جوهرة في أي مزاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر